حلوة يا سماء تتخذ من السماء ملعبا والرياح مضمارا رياضة ممارسوها يسابقون السحابة ويواجهون الجاذبية سعيا للتشويق وإظهار الجرأة والشجاعة فبعد انقطاع دام أكثر من ستة أشهر يعاود اللاعبون تدريباتهم من جديد لخوض منافسة التصفيات التي ينطلقون منها لتمثيل العراق في البطولة العربية للقفز المظلي جرينا اليوم بالتنسيق النادي العراق الرياضات الجوية بالتنسيق مع الاتحاد الجوية العراق المركزي تصفي للأندية المنظوية تحت الاتحاد لغرض إقراج فريق الشباب منتخب الشباب للاشتراك بالبطولة العربية التي سوف تقام في أقليم كردستان من 23 تسعة احنا مشكلة الرياضة بالعراق يعني دعم ماكو كان متوقفة هسا بالجديد نأمة الخير إن شاء الله يعني هاي قفزتين قفزنا تدريبية واليوم راح تبلش البطولة نقول تصفيات ما لأندية أندية الجمهورية نقول وبعدها اللي يتأهل راح يشارك ببطولة العرب إن شاء الله القفز المظلي رياضة نادرة تستهو النساء فقد كسرنا القيود المجتمعية وأثبتنا مشاركتهن في هذه التصفيات القدرة على خوض المنافسة مع الرجال متفائل جدا بمشاركة النساء شاهدت يعني أكو قبال قفزنا قبل بالسبوع لمضى عدد من النساء وإحنا مستمرين إن شاء الله إن شاء الله الأيام القادمة أيضا قفز مجموعة أخرى من النساء التي تهيئتهم للقفز الحر تميت القفز الأولى الحمد لله كان شعور كل شي حدوه وأتمنى يعني الكادر النسوي يشجع بهذا الموضوع بهذا المجال والحمد لله جربوا تهي شعور كل شي حدوه بالجو وماكوا أي خوف الحمد لله صح شوية مرات خوف فالشجاعة تكون قبل الخوف وبعد أن كانت مخصصة للصنوف العسكرية رياضة القفز المظلي بادت متاحة أمام الهواة المدنيين لكنها رغم ذلك ما زالت تمارس بطائرات عسكرية بسبب عدم وجود طائرات مدنية مخصصة لها من هنا حيث تستمر ممارسات البطولة لتصفية منتخب شباب القفز المظلي العراق على موعدا مع أول بطولة عربية منذ العام 2003 داخل البلاد والتي ستقام نهاية الشهر الجاري في قريم كردستان من مطار الصوار الزراعي في مدينة الكوت ندى المرسومي قناة الفلوجة